سلام عليكم شبيبا زينان ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير كما شفتوا الحصة الماضية درسنا مؤجلة باستخدام خالي يأس يسمى مؤجلات تماثلية في الحصة الماضية عرفنا مؤجلة باستخدام خالي يأسي بالضبط باستخدام دارة مندمجة N555 والحصة اللي بعدها درسنا مؤجلة باستخدام خالي يأسي بالضبط باستخدام مذخم عملي يعمل عمل مقارن اللي هو هذا والليوم الشيح نديره اخر حصة وندرسه مؤجلة تماثلية باستخدام خالي يأسي بالضبط باستخدام ثنائزين ومقحل كما كم تلاحظوا الدرس بسيط جدا كما خدمنا الحصة الماضية تعال N555 ولا مقارن نفس الطريقة يعني ما معنى تعكيد لك هذا التركيب لازم تركز اول حاجة بها تعرف مؤجلة وش لازم تعرف لازم تشوف المراحل الكهرومي نارسيسي وتماثلها وهذا تلقاه اسمه T معنتها تأجيل وتلقاه في هذا التركيب كائنا مكثفة اذا هذا التركيب وش وظيفته عبارة عن مؤجلة تماثلية باستخدام خالي يأسي باستخدام ثنائزين والمقحل الامبيت في هذه الحالة بعد معرفة التركيب اللي وظيفته مؤجلة وش لازم دير متراحش تحسب مباشرة لازم اهم حاجة خرج عبارة التركيب بما ان تركيب هو مؤجلة لازم نخرج عبارة زمن تأجيل T اذا زمن تأجيل ماذا يساوي زمن تأجيل وش يساوي في هذا التركيب يساوي مقاومة المكافية اثناء الشحن فقط كيف نخرج هذه المكاثفة اثناء الشحن فقط وش لازمنا لازم نرسم ما صار ولا نرسم خط وهذا الخط من يجي يجي من مصدر جهد VCC حتى نوصل مكاثفة كما هنا نبدأ نرسم منه ونوصل حتى المكاثفة الخط اللي يمور على المقاومة هذه المقاومة داخلها اثناء الشحن هذا يسمى مقاومة المكافئة الثناء الشحن فقط اذا كنت افهمها جميعا اذا في واش في ساعة المكاثفة المكافئة كما هنا في تركيب عندي مكاثفة واحدة في آلان اعطان سيو جمعة تقولي آلان ثنين وآلان ثلاثة هذيك آلان ثنين وآلان ثلاثة نلقوها غير في توليد إشارة ساعة نو 555 والله نلقوها في بوابات CMOS اذا هنا آلان لازم نخرجها اذا في آلان واش تساوي؟ تساوي آلان جهد التغذية المسؤول عن تغذية هذه الدارة كما هناك متلاحظوش كون يغذي لهذه الدارة VCC 12 فولت على ماذا؟ على جهد التغذية اللي هو نفسه 12 فولت ناقص ماذا؟ ناقص الجهد المرجعي الذي يغير حالة المقال ذلك اجماعات تفهموا كيف نجيبوه جهد المرجعي هذا؟ هيا نبدأ هذه العبارة ذلك نخرج عبارة انتاحة شوفوا معي زي ما تأجل ماذا يساوي؟ يساوي مقامة المكافأة اثناء الشحن واش ندير؟ نجيبو قلم نبدأ من VCC لازم نرسمو 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 المسال حتى نوصل مكثفة لكن تشوفوا هذا اللون الاصفر مر على مقامة متغيرة به ومر على مقامة R معنى المقامة المكافأة هنا وش ماذا تساوي؟ تساوي مقامة تاني مربوطة تاني على تساصل إذا وش تساوي؟ تساوي P زيد R هنا نكملنا المقامة المكافأة اثناء الشحن الكل في ماذا؟ الكل في ساعة المكاثفة عندي مكاثفة واحدة اللي هي C إذن P زيد R في C الكل في آلان نبدأ الجهد التغذية وش هو جماعة المسؤول عن تغذية هذه الدارة اللي هو VCC على VCC ناقص الجهد المرجعي واش معنة الجهد المرجعي؟ هو الجهد تاع المكاثفة كي يوصل واحد جهد معين هذا المقامة الشوالي واللي مشبه كيف نجيبو هذا الجهد جماعة؟ طريقة بسيطة جدا نجيبو القلم لون الأخضر نبدأ من المكاثفة ونمشي بطريق ثنائي زينر حتى نوصل جياند هذا اللون الأخضر مر على ثنائي زينر ومر على مقحل NPN إذن هذا الجهد وش يساوي في هذه الدارة؟ إذن VCC تاع المكاثفة بقانون العروات ماذا يساوي؟ يساوي V زينر زايد فيبيو إذن جهد المرجعي ماذا يساوي في هذا التركيب دائما وأبدا؟ يساوي V زينر زايد فيبيو إذن ما نقوله في هذه الحالة؟ ناقص ما بين قوسين V زينر زايد فيبيو بعد جمعه وش يساوي عوضوا فيزينر كما كم تلاحظوا فيزينر وش يساوي؟ ما أعطاناش قيمتها وعطانا الرفيرانس تاعه؟ كيف تعرف قيمتها؟ وشوف آخر أرقام هنا مكتوبة 5V1 وشمعتها 5.1 فاصل وحد؟ إذن فيزينر هو جود مرجعي 5.1 فولت وفيبيو تعطى من طرف الصانع؟ أبحث عليها في طرف الصانع كما هنا أنا أعطيتها لكم V بو وعطيتها لكم C في فاصل 7V من بعد عوض فيزينر وعوض فيبيو ومن بعد ما يبقى لكم أجمعه؟ خرجت العبارة تكون خماما في الأسئلة وش هي الأسئلة قادة يقول هنا؟ قادة يميد لك P ويميد لك R ويميد لك C ويطلب منك زمن تأجيل هنا عوض مباشرة قادة يميد لك زمن تأجيل ويميد لك مقاومة المتغيرة قيمتها في هذه اللحظة قادة يميد لك زمن تأجيل ويميد لك C ويميد لك P ويميد لك مقاومة المتغيرة قيمتها قادة يميد لك زمن تأجيل ويميد لك C ويميد لك R ويطلب منك P ومعناتها؟ خرج القوسين PZR هي الأولى PZR ماذا تساوي؟ تساوي T على هذا C LN VCC على VC ناقص VZVBO ومن بعدها R رجح الطرف الثاني تولي ناقص R مهم لعبتك كمتا مهمتا هو أشياء هدفتك تساوي T بإطلاق العبارة هي الأولى ومن بعدها خرج العبارة المجهولة التي يطلبون منك السعب ومن بعدها استخد عبارة المجهول بعدما تخرج عبارة المجهولة تطبيق العددي وبالطبع القيم هذه لازم تعوضها بواحدات دولية كما زمن تأجيل تعوض بثانية كما المقاومة بالأوم كما المكثفة بالفارات صحيح هذا بنسبة هذا التركيب شرحتكم بكل بساطة بما هي فيديو وما يخرج طويل قد أأتيكم أسئلة أخرى جماعة في هذا التركيب وش يقول لك؟ يقول لك ما وظيفة X12؟ بما أن هذا التركيب مؤجلة ما يعني X12 وش وظيفتها و X1 وش وظيفتهم إذن؟ بما أن هذا التركيب تأجيل ليس معينتها إذن وش معينتها X12؟ X12 الثانية هي مرحلة ثانية العشرات هذا الواحد من الأشغاله واحد هي مرحلة ثانية من الأشغاله واحد وظيفتها إذن بالتأجيل المقاومة المتغيرة جماعة يدين أخبركم ما هي وظيفتها؟ وظيفتها الضبط أو التعديل. وبما أن هذا تركيب مؤجل. ما هي ضبط زمن تأجيل؟ يقول لك سؤال أحسب لي أكبر قيمة زمن تأجيل. هنا P عوضها بالمئة كيلو أوم. يقول لك أحسب لي أقل زمن تأجيل. هنا P عوضها بالصفر أوم. المكلثة ما هي وظيفتها الشحن والتفريغ؟ المقحة الأنبيان ما هي وظيفته يعمل في حالة تبديل؟ ما هي حالة تبديل؟ يكون مشبع أو مسدود. ما هي معناتها يتحكم في تغذية الوشعة؟ إذا كان مشبع فالوشعة ممانطة وتامس تغلق وينتهي الزمن تأجيل. إذا كان مانع، ما هي معناتها؟ دارة مفتوحة ووشعة غير ممانطة وتامس يبقى في حالة راح يكون مفتوح. ما زال ما يكمل زمن تأجيل. هنا ثنائية الديود. هذه ثنائية الديود التي يزيدها بيحمل مقحة من تيارات تحريضة الناتجة عن التحريض الذاتي الوشعة. إذن هذه هي ثنائية العجل الحراء ووظيفتها حماية المقحة الأنبيان من تيارات تحريضة الناتجة عن التحريض الذاتي للوشعة. والوشعة والملمس هذا مع بعض ما نسميه مراحل كهرو مغناطيسي. هذا المراحل شو وظيفته؟ وظيفته عزل دارة التحكم لهذه المؤجلة عن دارة الاستطاعة. هذه قادرة تبشر على 20 فولت، 220 فولت، 380 فولت إلى آخر. مع أنتها عزل دارة لإستطاعتها ضعيفة على دارة لإستطاعتها كبيرة. هذا بالنسبة مثل أول. زيد نعطيكم مثل ثاني بازدوا تفهموا هذه الدارة بكل بساطة. مثال ثاني كما ترونوا قبلها أعطينا VCCG بهذا الشكل. هنا أعطينا مصدر جهد. بدأنا أعطي الرسم هذا مكان ويبقى نفسه لا يتغير أولا. كما تلاحظ عندي مراحل كهرو مغناطيسي وتمسي عسمه T. وعندي مكاثفة تشحين وتفارغ. إذن هذا التركيب ووظيفته مؤجلة تماثولية باستخدام خالية AC. باستخدام الثنائي زينر والمقحة الأمريان. إذن ما يجب أن نفعله؟ قبل أن نذهب لأسئلة دائمة، يجب أن نخرج عبارة T. هذا هو وظيفة التأجيل. إذن تشحين مقاومة المكاثفة في الشحن؟ كيف نخرجها؟ تابعوا مسارة T من VCC إلى المكاثفة. هنا لا أعطينا VCC. نبدأ نرسم الخطم الآن حتى نصل إلى المكاثفة. هناك سعة المكاثفة. الكل يوجد ألام جهد التغذية على جهد التغذية ناقص جهد مرجع. بعد أن أعرفت هذه العبارة، نذهب ونفسرها. إذن ماذا يساوي؟ يساوي مقاومة مكافأة أثناء الشحن. كيف نعرف مقاومة مكافأة أثناء الشحن؟ نجيب قلم أصفر أخضر كما تحب. نبدأ من مصدر جهد القطب الموجة في VCC حتى نصل إلى المكاثفة. هذا اللون الأصفر مرة عبر مقاومة R فقط. إذا المقاومة الشحن في هذه الحالة ماذا تساوي؟ تساوي R فقط. إذن أكتب هنا R. الكل في سعة المكاثفة. ما هي سعة المكاثفة؟ التي هي C. الكل في آلان. بالنسبة للجهد، كما تلاحظوا فيه، يغذي في هذه الدارة، مصدر جهد أ. على جهد التغذية، ما هو أ؟ ناقص جهد المرجعي، نجيب لون مختلف، نبدأ من قطب الموجة بتاع المكاثفة، ونحن نصل إلى GND. كما تلاحظوا، المكاثفة، ومتى ينتهي زمن تأجيل، لما يصل جهد المكاثفة إلى جهد VZ مثل جهد العتبة للمقحل. كما تلاحظوا، الخط الأخذة، فات على ثنائي زينر، وفات على المقحل NPM. إذن، ماذا يسوي هذا الجهد؟ يسوي VZ زينر زي VBU. بعدها، بعد ما خرجت هذه العبارة، زي دون خرجت قيمة VZ و VBU. وعوضهم بهذا الشكل. VZ هنا، قد أعطيها لي، أعطيها لي 7.5V. وجهد VBU، وجهد العتبة على المقحل، قد أعطيها لي، أعطيها لي 7.3V. بعدها، عاوضوا هنا. بعدها، شاهد الأسئلة التي ستطلب منك. إذا طلب منك T، سيطلب لك R و C، وعوض مباشرة. إذا أعطي لك T وال C، سيطلب منك R، والر وش يسوي T، على C ألان أون على O ناقص VZZVBU. وإذا أعطي لك R وال T، بالطبع، وش سيطلب منك حساب سعة المكثفة، إذا سي ماذا يسوي؟ يسوي T، ونقل هذا الكامل، تسوي T على R ألان أون على O ناقص VZZVBU. بعدها، يتخرج عبارة المجهول بهذا الشكل، بعدها، وش دير دي تطبيق عددي، ونعوض بالقيم الدولية، هذا بالنسبة المثال الثاني، وبنفس الطريقة قادر سألت أسئلة، موظفة X11، بما أن هذا تركيب تأجيل، إذا X11 هي مرحلة الأولى من أشغلها واحد، وش وظيفتها؟ وظيفتها إذن بالتأجيل، إذا مقاومة هذه R، وش وظيفتها؟ تحديد زمن تأجيل، تخيلوا لك المدينة مقاومة R، إذا تشحن مكثفة آنيا، إذا زمن تأجيل هنا، وش سيحة ثانية، تخيلوا لك أن نحب أن تكون زوج ثواني، أو ربع ثواني، يجب أن تكون عندي قيمة مقاومة معينة، على هذه مثلاً، لك أن نحب الصيفة الثانية، لا يجب أن تكون مقاومة، بسيحة أن نجلب زمن تأجيل الصيفة الثانية، على هذه، يجب أن يكون مقاومة معينة، تحقق لي زمن تأجيل، لأنني نبحث عليه آنيا، مكثفة سيحة ووظيفتها؟ شحن والتفريغ، المقحة الأمبيانية، في حالة التبليل مشبع أو مسدود، ووظيفة تحكم في مغناطق الوشعة، لا يجعلها متحرضة، ولا يجعلها غير متحرضة، ثنائية، عجلة حرى ديوت، ووظيفة حماية المقحة، متعارات التحريضية الناتجة عن تحريض ذاتي الوشعة، وهذا هو الوشعة، مع تامر، مراحل كهروميغناطيسي، ووظيفته عزل دارت تحكم على دارت الاستطاعات، التي قادر تكون فيها محرك، قادر تكون فيها إلكتروفان، قادر تكون فيها أي حاجة، والثنائي الزينير مع المقحل، وشي يوفروا لي جهد المرجع، وهنا يجمع الزيناء، كمنا الحصة الأخيرة في المؤدلات التماثلة باستخدام خلية أرسي، لنا لقاء آخر إن شاء الله، في حصص أخرى مختصرة إن شاء الله، ليلة سعيدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.